اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدى أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يسرنا بمناسبة حلول العشر الأواخر من رمضان أن نهنئ المسلمين جميعا بحلول هذه العشر المباركة ولا شك أن إدراك هذه العشر نعمة من نعم الله ينبغي على العبد الذي منَّ الله عليه بإدراكها أن يشكر الله تبارك وتعالى على أن نسأ في أجله حتى بلَّغه إياها ومن شكر نعمة الله عز وجل أن يجتهد العبد فيها بالأعمال الصالحة المبنية على قاعدة الإخلاص لله ألا لله الدين الخالص إنما الأعمال بالنيات والإصابة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل جعل لنا في رسوله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وقد كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من الأعمال الصالحة من الصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن والصدقة وأعمال البر والاعتكاف وغيرها مما يحقق مصالح الدين والدنيا والآخرة فلقد كان هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي وأتمه تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيى ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وكان عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر بالأعمال الصالحة فعلينا أيها الإخوة المسلمون أن نحرِص على اغتنام هذه العشر المباركة فالله الله في اغتنام هذه العشر المباركة والحرص على الأوقات فيها وقضائها بما يُرضِ الله عز وجل وعلينا جميعًا بالحرص على استشعار آداب الحرم الشريف ونحن نعيش في رحاب شرف الزمان وشرف المكان في هذا البيت المُعظَّم الذي جعله الله مُباركًا وهُدًى للعالمين وتعظيمه من تعظيم شعائر الله عز وجل ذلك ومن يُعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فينبغي على كل من أمَّ هذا البيت أن يتأدَّب بآدابه ويحرِص على أخوة الإسلام وأن لا يُؤذِي إخوانه المسلمين ويحرِص على إذكاء القيم الإسلامية من الرحمة والرأفة والسكينة والرفق والمودَّة مع إخوانه المسلمين يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إنما المؤمنون إخوة وحذَّر تبارك وتعالى من إذاء المؤمنين والذين يُؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مُبينًا فنحمدُ الله تبارك وتعالى ونشكره أنمنَّ علينا بحلول هذه العاشر ونحن نعيش الأمن والأمان والاستقرار والخير والرخاء فعلينا أن نُكثر من شكر الله عز وجل أولم يروا أنَّا جعلنا حرمًا آمِنًا ويتخطَّفُ الناس من حولهم نعيش في نعمٍ عظيمة ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها وعلينا جميعًا أن نتعاون وأن نتكاتف وأن يكون بيننا من التنسيق والتكامل والتعاون ما يُعين المسلمين على أداء شعيرة الصلاة والطواف والقيام وأداء العمرة بكل يُسرٍ وسهولةٍ وأمانٍ واطمئنان واقتفاءً لأثر النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعًا أن نتعاون مع إخواننا رجال الأمن الذين يبذلون جهودًا كبيرة في الحرص على أمن الحرمين الشريفين وعلى سلامة المعتمرين والقاصدين والزائرين علينا أن نحذر من الصلاة في الممرات وفي الطروقات وفي الأبواب وأن نتعاون مع الخطة التنظيمية والتشغيلية التي أعدَّها رجال الأمن والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى إخواننا المعتكفين أن يتَّقوا الله عز وجل وأن يتأدَّبوا بآداب الحرم وآداب هذه الشعيرة العظيمة فينصرفوا إلى الاعتكاف دون أن ينشغلوا بغيره من القيل والقال أو الهواتف المحمولة أو التصوير أو الانشغال بأي أمر يُخرِج الإنسان عما جاء إليه وهو العبادة في هذا الحرم الشريف وعلى المرأة المسلمة أن تتَّقِي الله عز وجل وتتأدَّب بآداب الحرم وتلزم حجابها وعفافها وحياءها وحشمتها وأن تكون غير مختلطة بالرجال قدر استطاعتها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم وليخرجن كفيلات وتشهد العشر الأواخر من رمضان في هذا العام عقد مؤتمرات قمة إسلامية وخليجية وعربية فجزى الله ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه الجهود المباركة في جمع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم ولا شك أن علينا أن نتعاون مع أولاة أمرنا ومع قادة المسلمين بالدعاء لهم بالصلاح والفلاح والنجاح والتوفيق والتيسير والتسهيل والتسديد ليخرج هذا المؤتمر بالآثار العظيمة التي تعول عليه بإذن الله ثم بجهود أولاة أمرنا وفقهم الله وعلينا جميعا أن نحرص على إنجاح هذه القمم بالتعاون مع أولاة أمرنا والتخفيف من الزحام على منطقة الحرم وهذا من يُسر الشريعة ولله الحمد والمنى ورفع الحرج فيها فالمساجد في مكة المكرمة على الصحيح من قولي العلماء أنها تضاعف فيها الصلاة في منطقة الحرم فيجد المسلم سعة ولله الحمد والمنى في أداء الصلاة تقديراً لهذه الأحداث المباركة وأيضاً ضيوف الرحمن ثم ضيوف هذه الدولة المباركة وعلينا بالدعى بالدعى بأن يجمع الله كلمة المسلمين ويوحِّد صفوفهم ويجعل هذا العشر عشرًا مُباركات تعمُّها الخيرات والبركات والنفحات وتتوَّج بالنصر والظفر والعزِّ والتمكين للإسلام والمسلمين والأمان والأمان والأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان لهذه البلاد المباركة قبلة المسلمين وما هو أفئدتهم ومُتنزَّل وحي ربهم فهي بلاد المسلمين جميعًا يؤمونها في صلواتهم وفي مناسكهم فالحرص على أمنها حرصٌ على أمن المسلمين جميعًا وباسم المسلمين جميعًا نرفع التهنئة بهذه العشر المباركات لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولقادة المسلمين ولأبناء هذه البلاد المباركة ولأبناء المسلمين جميعًا نسأل الله أن يعيننا فيها على الصيام والقيام وأيَّمُنَّ علينا وعليكم بالعتق من النار في هذه الليالي المباركة علينا أن نحرص على اغتنام ليلة القدر التي يكون العمل فيها خيرًا من العمل في ألف شهر وألف شهرٍ تعدل قُرابة أربعٍ وثمانين سنة أربعةٍ وثمانين عامًا العمل في هذه الليلة خيرٌ من العمل في هذا العمر كله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه نسأل الله أن يمنَّ علينا وعليكم بقيام ليلة القدر وأن يُعتِق رقابنا ورقاب والدينا وولاة أمرنا والمسلمين جميعًا من النار بمنِّه وكرمه إنه جوادٌ كريم وأن يُوفِّقنا لاغتنام هذه الأوقات المباركة المتوَّجة بشرف الزمان والمكان إنه خير مسؤولٍ وأكرم مأمول وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته